مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله أريد اليوم أن أتكلم في موضوع حساس موضوع الحمد لله أنه لم ينتشر هو موضوع قليل ونادر ولكن آثاره منتشر في المجتمع السوري بكثرة والآثار هذه مؤزية ومؤلمة لمن يحدث معه هذا الأمر موضوع اليوم يختص بالمعتقلات السوريات لحظوا معيها المعتقلات السوريات يعني أنا أتكلم عن الإناث وأتكلم عن المعتقلة بصرف النظر عن أي شيء أي معتقلة كانت داخل السجن ثم خرجت هلأ الموضوع اللي بيهمني أنه هاي المعتقلة يمسكونها وتدخل إلى السجن كثير من المرات تكون بريئة يعني حتى الذين ليسوا مع الثورة بيعتبروها بريئة لأنه بتكون لم تخرج في مظاهرة لم تساهم بأي شيء ضد النظام على مواقع التواصل ولكن أحيانا تمسك وهي على حاجز من الحواجز أو تمسك وهي عائدة من عملها بيكون زوجة قاعد في البيت مستريح لا يريد أن يعمل ويستطيب أن يرسلها هي إلى العمل ويقتات من معاشها فبيوم من الأيام ممكن أنه تخطف أو تمسك بدلا عن أخيها أو أبيها أو أي شخص من أفراد عائلتها على أساس البدل تدخل هذه السيدة أو الفتاة إلى المعتقل تعامل كما يعامل الرجل خاصة إذا كانت تهمتها كبيرة جدا لأنه معروف أنه السجن يتفاوت والتهم تتفاوت فتضرب وتعذب كما يعذب الرجل تماما اليوم سأختار قصة واقعية سمعتها من سيدة ثقة يعني ليس عنعن عنعن كما يسمى في الشرع الإسلامي العنعنة يعني السند رأسا موثوق وواضح ما في ناس على الطريق هاي السيدة كلمتني ماذا حدث معها وكان في شهود مجموعة شهدوا أنها تقول الصواب تقول أنه مسكوها ثلاثة أشهر فقط دخلت إلى السجن وكانت تهمتها خطيرة جدا عملت في السجن تقول كما يعامل الرجال وبأشد أنواع العذاب بدءا من البذاءة، السب، الشتم الحركات السيئة، الخسيسة التي لا يتقبلها الإنسان الخلوق فضلا عن الإنسان المتدين أو صاحب القيم تقول أنه ضربت ضربا شديدا من رجال رجال أشداء يعني هي إمرأة ضعيفة كبيرة في السن ليست صغيرة قاربت على الستين وضربها الرجال بكل أنواع الأدوات المؤذية والمؤلمة حتى ورجتني على جسدها علامات ما تزال باقية معنا إلى عدة أشهر خارجة من السجن تقول أيضا عملت بمنتهى القسوة والوحشية تقول طبعا ركل ورفس ومن هذه الأشياء تقول من شدة الضرب كانت يداها تتكسر المفاصل فتعجز عن الحركة فتظل يوم أو يومين نؤديها على هذه الحالة حتى لدرجة أنه تأكل بفمها تنحني إلى الأرض وتأكل الطعام بفمها شو هو الطعام؟ الطعام طبعا أشياء قليلة قليلة الكمية في أشياء منها رائحة فاسدة في منها أحيانا بيكون عليها نمل أو صرصير أو بقايا فئران هذا هو الأكل لكن من شدة الجوع تقول أنها كانت تنحني وتأكل بفمها يومين أو ثلاثة تقول أنه ما في قطعة من جسمه وإلا عليها علامة ذكرتني بخالد بن الوليد لما قال أنه لا يوجد بقعة من جسمي وإلا عليها ضربة سيف أو علام صوت أو علام أي شيء من أشياء القتال هي نفس الشيء لا يوجد في جسمه بقعة وإلا في عليها هاي العلامات تقول أنه عذبوها بالكهرباء لا وكمان شوفوا الشيء العجيب قال يأتون بإمرأة كل التعذيب رجال إلا لما الكهرباء فيأتون بإمرأة تقوم بربط الأشياء من هنا وبالأماكن الحساسة ثم يتركونها للرجال لكي يصعقونها بالكهرباء تعرضت لكل هذه الأشياء تقول لدرجة أنه لما صاروا يفتحوا عليهم باب الزنزانة قال النساء في الزنزانة كلهم بيموتوا من رعبتهم فيتكومن في زاوية الزنزانة كلهم فوق بعضهم كل واحدة تقول نفسي نفسي اللي بتكون تحت لو كانوا كلهم فوقها بتقول الحمد لله أن المهم تكون مختبئة عن عين وصوت هذا الذي يدخل إليهن لأنه بيضرب ضرب عشواء ثم يغلق الباب ويخرج هذا كان الوضع في السجن تقول لما خرجوا بقى خرجت هي مناء السجن هي ومجموعة مناء الرجال الرجل قوبل مقابلة الأبطال رحبوا به وأصبح بطلا والكل يقول أنه بقى ما شاء الله قدم للثورة أشياء كثيرة وأنه ضحى وأنه هو الشهيد الذي خرج حياً وأنه صار أمثولة للناس يقتدون به بينما هي ما الذي حدث معها أصبحوا يقابلونها بنظرات الريبة ونظرات الشك ونظرات الاتهام ثلاث أشهر وهي بالسجن وغيرة وغيرة خرجت تنتظر الحضن الدافئ تنتظر الحب تنتظر التقدير تنتظر التعويض التعويض عن هذه الأيام الفضيعة التي قضتها في السجن فكما قُبلت بالإزدراء وغيرة قُبلة بالقتل أو قُبلت بالطلاق أو قُبلت بالهجر قُبلت بالنبذ لماذا؟ لظمت وشبهت أن تكون قد تعرضت للاغتصاب فإذن أنا هذا الموضوع الذي أردت أن أنبه إليه اليوم أنا أتحدث عن المعتقلات لماذا اخترت المعتقلات؟ لأنه ليس كل معتقلة تعرضت لمثلي هذا المعتقلات شأنهن شأن الرجال يتعرضن للتعذيب الجسدي للتعذيب النفسي يتعرضن لأشياء كثيرة أشياء طبعا مؤذية وضارة تضر النفس تضر الجسد فلما بتخرج هي تتوقع الحسنة لكنها تفاجأ بهذا الاتهام الخطير على فكرة أنا هذه السيدة لم أسألها عن أي شيء لأني وجدت الموضوع محرج يعني أنا هذا الموضوع لو ما شعب المجتمع السوري تأكدوا أني ما كنت بحكي عنه لأنه موضوع كما بدأت حساس قليلا لكن لما وجدت أنه كل فتاة تدخل إلى السجن تتهم بهذه التهمة يصبح الموضوع بقى خطير ويحتاج إلى الكلام تقول لهذه السيدة أنه رغم الأشياء السيئة والوساخة بالأفعال والأقوال ورغم عدم تدين هؤلاء الرجال ورغم أنحطاتهم لكن الاغتصاب بالذات قليل جدا في السجون يمكن ممشا خاطرنا ولا مراعة للأعراف ولا لأي شيء يمكن خوف من المسائلة لأنه تاري حتى السجن مراقب وحتى السجن تصل عنه تقارير إلى الجهات العليا فلو أي أحد يقوم بمثل هذا العمل يقوم به بطريقة سرية بعيدا عن الأعين أو يتفقوا مع بعضهم تاري كل زنزانة فيها كاميرا كل زنزانة فممكن يتفقوا مع بعض أنه يوقفوا هاي الكاميرا يدعوا أنه تعطلت الكهرباء ولكن هذا الشيء ليس شائعا تقول أنه جلست في السجن ثلاثة أشهر لم تتعرض ولا واحدة من الموجودات معها في الزنزانة لمثل هذا الشيء إلا حادستين صاروا أدامهم أدام عينهم وكان الهدف منهم الإذلال وكانوا لمرة واحدة فقط معلش أنا مضطرة مع أنه يمكن الموضوع مهم منتوقف شوي ومنرجع بعد الفاصل المهم كل هذا العذاب وكل هذه المعاناة وخاصها السيدة المرأة تختلف عن الرجل أنا دائما أقول ولي كتاب عن هذا أنه المرأة بس أخذت السبة أنه يعني هي الأضعاف وهي اللي بحاجة للعناية والرعاية ولكنها لم تستفد شيئا من هذا أنه الضعيف كيف نتعامل معه نتعامل معه بالاحتواء بالاهتمام بالعطف ولكن هذه المرأة الضعيفة ورغم أنها لم تتعرض لأي شيء مما يظنونه تتعرض لبقى الإهانة والتنكيل أو القتل أو المذلة أو النبذ أو الطلاق وهي لم تفعل أي شيء ولم ينالها أي شيء ولا حدا بيسأله يعني بس لو سألوها فأنا أحب أن أقول للناس أنه هذا ظلم وهذا يخالف النخوة ويخالف الرجولة ويخالف الإنسانية ويخالف كل شيء نحن نعرفه طبعا على الأقل اسألوها إذا كانت قد تعرضت أو لم تتعرض على الأقل حتوة وأنا بدي أحبط منكم أن المرأة التي تتعرض لمثلي هذا لن تخرج من السجن السليمة يعني تأكدوا ستخرج وهي في حالة انهيار ما في امرأة تعرضت لمثله حتى اللي بتكون متزوجة إلا بتخرب شيء داخل نفسها يقول الأطباء الموسوقون المعروفون الذين اهتموا بقضايا الاغتصاب ودرسوها أنه الاغتصاب يدمر المرأة تماما ويتسبب لها بجروح نفسية وداخلية وجسدية قد لا تمحوها أبدا لاحظوها كلمة أبدا العقاقير ولا المعالجة النفسية وتحتاج إلى تأهيل طويل جدا يعني يمكن ياخد سنوات وبعد هذا التأهيل يعني إما تقترب من الحالة الطبيعية وإما لا تقترب وتبقى حتى وفاتها وهي تعاني من آثار هذا الاغتصاب وخاصة الفتاة التي لم يسبق لها الزواج يعني يمكن المرأة المتزوجة يعني تكون على الأقل يعني متوقعة أو فهمانة ما الذي يحدث لها لكن الفتاة المسكينة تكون غير ذلك تماما هذا الشيء لا تعرفه وشيء لم يخطر على بالها أبدا تكون كما ربيت في مجتمعاتنا الإسلامية والمجتمعات العربية وللأسف نحن الفتاة في مجتمعاتنا أصبحت تربى على الأشياء السطحية والأشياء السخيفة يعني من يوم ما هي صغيرة دائما بيحكولها عن يوم العرس هذا اليوم اللي حيكون أجمل يوم في حياتها أعظم يوم في حياتها أسعد يوم في حياتها اللي حتلبس فيها البدلة البيضة وهالطرحة اللي حتمشي فيه قدام الناس كلهم اللي حتكون هي نجمة الحفلة اللي حيأتي هذا الفارس اللي لابس على الحصان الأبيض اللي بده يخططفى الجميل هذا الفارس الجميل الطويل المهيب الغني فهي هذا اليوم بيكون حلمة فلما لا صمح الله يصير معها هيك شي عن جد شو هيصير فيها؟ يعني أنتوا بتظنوا أن هذا الموضوع حيمر عليها هيك عادي هي ما حتكون نفسها محطمة هي ما حتكون نفسها قد فقدت كل أحلامها وكل آمالها بالحياة فهي مقابلة نحنا منقابلة فيها يعني ما بيكفي المشاعر اللي إجتها والأشياء اللي حصلت معها كمان نحنا فوقها منيجي منزود عليها ومنقلنا أنك أنت مجرمة طب يعني معروف الإكراه الإكراه معروف في الدين ومعروف في القوانين نرجعوا للقوانين خلينا ما بدنا نحكيها بتقولوا لي عم تحكي بالعواطف نحنا ما بدنا عواطف في الإسلام إذا الإنسان أكره وقلبه مطمئا بالإيمان ما علي أي شيء لو عمل كل مظاهر الكفر لو قال كلمة الكفر لو امتنع عن الصلاة وعن الصيام مدة حبسه بالسجن هذا ليس عليه شيء لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على قلبه ويحاسبه على نيته حتى معروف بالقوانين الأرضية بالمحاكم يلي بيعترف تحت سيف الإكراه أو التهديد بالقتل أو أي شيء من هذا هل نحن نعتبر هذه الشهادة مقبولة ونافذة ونمضي عليها الأحكام لا طبعا المحاكم دائما تتأكد حاول تتأكد طبعا المحاكم النزيهة تتأكد أنه هل هذا الإنسان يقول الحق أم مكره عليه أم حتى أحيانا بيحققه هل يحاول أن ينجي شخص آخر معروف أنه مرات يحاول الولد أن يعترف لكي ينجو أباه أو بيحاول الأب بالعكس أنه يعترف بشيء لم يعمله حتى يتسبب بالنجاة لابنه هالحالي طبعا هذا كمان غير مقبول فالإكراه لا يقبل بالدين ولا يقبل بالقوانين ولا يقبل بالأعراف وإنما يعتبر لاغن وباطل فهذه البنت إذا أكرهت كيف نعاتبها طبعا حتى الولي من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أكيد هذه البنت تتمنى الموت لا شك أنها تتمنى الموت نحن سمعنا كثير اعترافات من هذا الشكل لكن كيف تقتل نفسها وهي محاصرة هي محاصرة لا تستطيع حتى أن تقتل نفسها هذا بيدل على أنه هذا يحدث في السجون فقط للإذلال لا يبتغى منه أي شيء آخر كما قصص أخرى حدثت أمام الوالدين هلأ نحن منعرف طبعا الحمد لله أنه قليل لكن أنا أتكلم عن آثار لأنه أصبح مؤذن للفتيات طيب لما دخلوا ببعض المناطق على البيوت وعملوا نفس الشيء كمان مع بعض الفتيات والحمد لله أنه أعداد قليلة مرات عملوها بالبيوت أو بالأحياء يعني أمام والد البنت وأمام أخيها وأمام عمها وأمام إشجار يعني مجموعة من الرجال واقفين هل استطاعوا أن يفعلوا أي شيء؟ رجال في منهم ها أشداء في منهم أقوياء في منهم كانوا يتدربوا وعندهم عضلات هل استطاعوا أن يفعلوا أي شيء؟ يعني ما شافوا بعينهم كيف لما يزيد الظلم والاستبداد والقهر كيف أنه الإنسان يعجز عن فعل أي شيء حتى أنه يقتل نفسه أو يدافع عن بنته فكيف يلومون بنت صغيرة ضعيفة استحكم عليها مجموعة من المجرمين؟ كيف نلومها وهي لا تملك أي شيء؟ خاصة سمعنا أنه ممكن فيه إبر إبر تعطى سمعنا كمان أنه لما يكون العدد كبير سمعنا كمان أنه فيه وسائل أخرى سلاسل وأربطة فكيف تستطيع هذه البنت أن تتخلص من كل هذا وتنجو من هذه الظروف التي وضعت بها؟ فإذن نحن نطلب الأنصاف نطلب البراءة ما نعتبر أي معتقلة أنه تعرضت لشيء من هذا بالأصل البراءة بالأصل حسن الظن بالأصل الاحتواء بالأصل التعويض بالأصل العناية والرعاية للسجينات لأنه لو ما تعرضت الفتاة لهذا الأمر أنا قلت إذا تعرضت فإنها سوف تنهار ولكن لو لم تتعرض معروف أنه السجن بالآخر هو حرب نفسية يعني تستعمل فيه كل الأشياء التي تؤدي للإيهانة هلأ أنا التقيت ببعض المعتقلات اللي مسكوا أول السورة لما كان ما في أي شيء وقلت أنا بهذا البرنامج أشياء من هذا فقلنا أنه مجرد وجودا بغرفة لوحدهم وسماع لأصوات الذين يتعذبون أو مرات التحقيقات كيف تتم أو صوت مثلا الصوت وهو يضرب صوت الهواء يعني أو مثلا رؤية الدماء على الجدران أو الكتابات التي كتبها الناس السابقين هذه كلها كانت تكفي لحتى تجعل الفتاة في حالة نفسية سيئة فالمهم هذول المعتقلات وحتى المعتقلينها بس أنا طبعا اليوم عم أربط الموضوع بقضية هذه العرض ومالعرض فحتى المعتقل كلهم بحاجة إلى رعاية من الآخرين بحاجة إلى انتباه بحاجة إلى احتواء وما نقعد يروح عائلنا كتير لبعيد ونظن الظنون خلينا هلأ نحن بالواقع خلينا مع اللي عم يصير لحتى ما نوقع بقى بشر آخر يلي هو شر الاتهام اللي على فكرة هذا عندنا بالإسلام في إله جلدها اللي بيتهم الناس قال له 80 جلدي نتابع بعد الفاصل مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم أيضا ولمزيدا من الطمأنة مجموعة من التي أعرفهن ذهبنا إلى خيام اللاجئين وقلنا لي أنه كانوا هن في جولة عادية يتفقدنا الوضع ويحاولنا الإغاثة والدعم النفسي فلما اقتربنا من إحدى الخيام تقول اقتربنا مجرد اقتراب فوجئنا بصراخ وعويل وأصوات غير طبيعية فلما سألنا المحيطات بهذه الخيمة قلنا لهن أنه هاي الخيمة مخصصة لأولئك الذين تم الاعتداء عليهن سواء في السجون أو سواء يعني لما داهموا بعض البيوت في بعض القرى القليلة برجع بقول الحمد لله أنه الموضوع ما زال قليلا في مجتمعنا فالمهم تقول أنه كان الوضع مطبيعي أبدا فقبل ما يدخلوا على الخيمة استفهموا يعني منها اللي حولهم فقالوا أنه هدول من يوم ما تعرضوا لمثل هذا العدوان صارت أمور غير طبيعية هنا المتفاوتات بالأعمار أكثر صبايا صغيرات صاروا يخافوا من نسمة الهواء لما تحرك الخيمة يرفضنا رؤية الرجال نهائيا وصار عندهم شك بكل رجل إذا شافوا رجل على بعد كبير أنه ناوي نواية سيئة ويعني يريد أن يفعل أي شيء غير سار فقالهم بالخيمة من ساعة ما بني هذا المخيم كان يعني قلهم شيء ستة أو سبعة أشهر موجودين بهذه الخيمة محاصرات وحدهم بيرفضنا الدخول أو الخروج وإذا دخل عليهم أي أحد لازم يتطمنوا أول مين هو ولو كان أنسة إذا ما شعروا نحوه بالإطمئنان يرفضنا هذا فهي كمان تطمين آخر أن الفتاة التي تتعرض لمثل هذا الشيء الموضوع ما بمر عليها بالساهل أبدا وإنما تتأثر تأثرا نفسيا بالغا كمان أنا حبي أجيب أحصائيات يعني لحتى يكون الموضوع متكامل فنحنا لما نجي نقول والله هذه البنت تعرضت تعرضت لإعتداء تعرضت مثلا لهذه المشكلة نحن من أولى كلمة وننظر إلى هذه الفتاة بعين الاتهام لكن لو شفنا الواقع هي كلمة ها كلمة متألفة يمكن من خمس أحرف أو ست أحرف لكن حدا فكر شو هي المراحل اللي بتمر فيها هي البنت خلال هذا الشيء يعني مثلا الخوف الشديد اللي بيعترية الزعر الرعب الرهبة مثلا العنف الكسور يعني هلأ الأحصائية ماذا تقول؟ تقول أنه نسبة أربعين بالمية من الفتيات بتعرضنا لكسور تخيلوا أربعين بالمية أربعين بالمية بتعرفوا شو يعني يعني معناته عنف شديد جدا وفضيع جدا معناته هي تقاوم وتقاوم وتقاوم لحتى بيتسبب لهذا الموضوع بكسور لأنه عادة الكسور تأتي من أشياء حادة من ضرب مثلا من خبط بالأرض فمعناته هي تعرضت لقاومت بشدة وتعرضت أيضا لردفع الأقوى لحتى تسبب لها بأربعين بالمية منها الكسور يقولون في إصابات ونزف بمناحي مختلفة من جسمها ثلاثة بالمية كمان هذا بيدل على العنف اللي عم تتعرض له بيقولوا أنه في أمراض نفسية وأمراض أيضا يعني بتنتقل عن طريق الأشياء حوالي 30% كمان بعد ما تتعرض البنت لمثل هذه الأشياء بيجيها كتير أشياء نفسية يعني من شرود مثلا ذهول انعزال بتجلس بزاوية لوحدة بترفض الكلام مع أي أحد قلق كوبيس ليلية وصراخ كمان بيجيها اكتئاب شديد جدا جدا من يعني الدرجات العالية تأنيب ضمير بتظل دائما بتحط الحق عليها بتظل بتندم أنه يا ريت عملت هيك أو عملت هيك مع أنه أكيد ما كان فيه أحسن مما كان كان مستحيل أنه تقدر تطلع من هذا الشي اللي تعرضتله بتشعر بالأسى الأسى الشديد بتعتبر أنه حياتها خلاص انتهت عند هاي اللحظات وما عد فيه إلى أمل فيه أبدا يأس منقطع النظير بتشعر أن العالم كله تخلى عنها ما عد فيه إلى أي أحد لا أهلا ولا قرابتها ولا أي أحد من الناس الآخرين فكل هذا كل هذه المعاناة وما زالت البنت رغم كل هذا موضع اتهام طب نرجع كمان لا الأطباء الأطباء بيقولوا أنه صعب أنه يصروا لكل هذه الحالات لأنه كثير منهم ما بيفصحوا عن حالتهم وما عم يقدروا أنه يقدموا لهم العلاج وطبعا نحن المجتمعات دائما نلوم الضحية ونترك المجرم شأننا دائما كما نفعل دائما فلا نفكر أنه مين اللي فعل هذا بالبنت لكن تبقى بالنسبة لنا هي الضحية وهي المسؤولة طبعا هذا كله متجزر عن كمان قضايا الشرف اللي كانت منتشرة من الأصل في مجتمعاتنا العربية وتسببت بكثير من المشاكل للبنات وكان في منهم بريئين كثير منهم بعد ما تم قتلهم تبين أنه ما فيه أي شيء يدينهم إطلاقاً 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 بيكون السبب تاري وراثة أو شيء من هذا الأمور فمشان هيك نحن بقى هاي فرصتنا مثل ما قلنا أنه الثورات هي ثورات على كل شيء ثورات على العادات ثورات على الأعراف فلازم نضع الأمور بموازينا فلما بنت تتعرض لمثله وهو قليل وهو قليل جداً نحن ما منقول أنه هاي فرطت نقول هذه وقع الضحية لأمر ما ومنقول أنه هذا منسميه بمسمال حقيقي مثل ما هنن اعتبروا نوع من الإذلال ونوع من التعذيب نحن منحطه بهذا البند ما منحطه تحت بند تاني ومنقول أنه البند مسؤولة أو البند عملت شيء لأ نحن منقول هذا نوع من الإهانة ونوع من التعذيب وبما أنه هنن هدفوا إلى إهانتنا وإلى مذلتنا فنحن نرفض ذلك ومنعتبره تعذيب وهي اللي منتبقى بيننا معززة مكرمة عفوا أول شيء منبدأ بالعلاج إذا البنت التعالجت ومشي حالة ممكن أنه نزوجها إذا هي رضيت بالزواج بس ما منجي من إلا أنه والله الزواج لحتى نخفي شيء بيضرك أو بيأثر عليك لا من إلا لأنه أنت يمتلك مثل أي بنت ومنزوجها زواج جيد ما منجي مثل ما عم نسمع وما بعرف مدى صحته أنه والله صاروا يزوجوها لواحد عجوز عمره 70 سنة ولا لواحد عنده خمس عشر أولاد بيجي بإلا لمرت والله جبتلك خدامي تساعدك بالبيت فأنا بشان هيك عم أطرح الموضوع نحن بناتنا غالين علينا نحن بناتنا منحترمون نحن بتأقلين أنه بناتنا عندهم شرف وعندهم اعتزاز بنفسهم ومنربق فيهم أنه يقعوا بمثل هذا وإذا وقعوا نحن أول من يكون أول من بيوقع بجنبهم أول من بيكون عون إلهم وما منسمح للناس يحكوا عليهم خاصة اللي ما تعرضوا لمثل هذه الأمور فأول شي بننفي التهمة وننفي أصلا وقوع مثل هذا الأمر وبعد هيك إذا افترضنا أنه صار نحن بنكون أول عون وأول مساعد لهؤلاء الفتيات فهي القضية برجع بقلكن هي نشأت عن جرائم الشرف فهلأ مع التغيير بنرجع هي جرائم الشرف نلغيها لأنه بعد التحقيقات اللي صارت بعد ما فقع هذا الموضوع ونحن طبعا بعصر العلم وعصر التحقيق فوجدوا أنه 70% من هاي الجرائم بيكون بس مجرد تهمة للبنت بيكون أخوها ما بدوها تاخد الميراس أو عمّة مثلا أو أي أحد آخر فبيقتلوا البنت لحتى يتخلصوا من هذا الشيء أو بيكون ابن عمّة بدوها فبيبدأ يسمع أنها حتتزوج غيره فبلا أي هي طريقة وسيلة سهلة ورخيصة للتخلص من هذه الفتاة طبعا القتل ما بيهمهم ما بيعني لهم أي شيء مع أنه قتل النفس نحن عنا بالإسلام كبيرة جدا وكل إنسان بيعمل هيك يعني بيكون ذنبه بالدنيا قبل الآخرة ولكن لم يعود خوف الله موجود فخلينا هلأ نرجع خوف الله لحتى ينصرنا نرجع خوف الله لحتى بقى نرجع نأمن بأوطاننا وكمان بنرجع معه القيام لأنه يمكن مجتمعاتنا ما يكون كل ياته ناس مسلمين يمكن حنرجع مرة تانية نعيش مع المسيحي ونعيش مع العلوي ونعيش مع الدرزي فأكيد كل هدول في شيء بدو يجمعون نحن بدنا القيم والأخلاق ترجع تجمع مجتمعنا السوري جديد مرة أخرى فهي من ضمن القيام ومن ضمن الأخلاق ومن ضمن القوانين السليمة الصحيحة ولا تنسوا الحلقة انتهت يبدو لي خلاص الموضوع إن شاء الله أشبعناه من كل جوانب وإن كان يعني لو في وقت أكتر كان ممكن نحكي عن جوانب أخرى ميناء الموضوع لا تنسوا العنوان الموجود على الشاشة نرحب بأي رسالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة